بسم الله الرحمن الرحيم قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يطقه قولي اللهم صلي على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم آمين عن أبي عبد الله الإمام الصادق صلى الله عليه يقول من سره أن يستكمل الإيمان كله بل يقول القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني المصدر كتاب الكاف الشريف للكلين الجزء الأول صفحة 391 وقال أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وآله الناس ثلاثة عالم رباني العالم الرباني هم الأئمة عليهم السلام والأنبياء والرسل ومتعلم على سبيل نجاة الإنسان اللي يتعلم عالمه ينجو من النار وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيء بنور العلم ولم يلجأوا إلى رقم وثيق وهاي أغلب الناس 80%-90% الهمج الرعاع أو الرعاع الحمقى من الناس الذين لا نظام لهم المصدر كتاب عيون الحكم والمواعظ صفحة 64 لعلي بن محمد الليثي الواسطي المتوفي في القرن السادس الهجري قال الإمام الجواد عليه السلام المؤمن يحتاج إلى ثلاثة خصال توفيق من الله عز وجل وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصح أو ينصحه المصدر كتاب تحف العقول للحراني برنامجنا معاجز أهل البيت المخفية من قبل المراجع والمعممين الطوسية الحلقة الرابعة بعنوان ماروية في غيبة الإمام المنتظر الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف وذكر مولانا عمير المؤمنين والآئمة صلوات الله تعالى عليهم وآلين بعده وإنذارهم بها من كتاب الغيبة للشيخ النعماني المتوفي سنة 360 هجرية الباب العاشر قال حدثنا محمد بن همام قال حدثنا جعفر بن محمد بن مالك قال حدثنا إسحاق بن سنان قال حدثنا عبيد بن خارجة عن علي بن عثمان عن فرات بن أحنف عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال زاد الفرات على عهد أمير المؤمنين عليه السلام نهر الفرات زاد الماء صعد فركب هو وابناه الإمام الحسن والحسين عليهم السلام فمر بثقيف فقالوا قد جاء علي يرد الماء فقال أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وآله أما والله لأقتلن أنا وابناي هذان وليبعثن الله تعالى رجلا من ولدي في آخر الزمان يطالب بدمائنا وليغيبن عنهم تمييزا لأهل الضلالة حتى يقول الجاهل ما لله في آل محمد منحاجه أمير المؤمنين عليه السلام لما نوصل إلى ثقيف قالوا بينهم ورح يرجع الماء هذا الطغى علينا رح يصير فيضان رح يرجع فالإمام دائما يتكلم بأشياء غيبية اللي يتعلمها من النبي صلى الله عليه وآله والنبي صلى الله عليه وآله تعلم الغيب من الله سبحانه وتعالى فقال بأني وابناي هذان سنقتلان أو سنقتل وسيبعث الله آخر الزمان رجلا من ولدي يطالب بدمائنا لكن هذا الرجل ليغيبن عنهم تمييزاً لأهل الضلالة حتى يقول الجاهل ما لله في آل محمد من حاجه نحن ما محتاجينه الغاب والبقى والراح والإجه فنحن ما محتاجينه ملاحظة ذكر دائما من نقول حدثنا السند يعني للحديث ذكر السند يجوز أكو ناس تمل من هذا الشيء لكن السند ضروري لأن أكو ناس تقول لك لا السند منقطع السند كذا السند مدري شنو من هذا السوال فاي هو ما ريد يصدق بالحديث فيطلع لعل بالشيء اثنين أخبرنا محمد بن همام ومحمد بن الحسن محمد بن جمهور جميعاً عن الحسن بن محمد بن جمهور قال حدثنا أبي عن بعض رجاله عن المفضل بن عمر قال قال الإمام الصادق عليه السلام أبو عبد الله خبر تدريه خير من عشر ترويه إن لكل حق حقيقة ولكل صواب نوراً ثم قال أنا والله إنا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيهاً حتى يلحن له فيعرف اللحم إن أمير المؤمنين عليه السلام قال على منبر الكوفة إن من ورائكم فتن مظلمة أمياء منكسفة لا ينجو منها إلا النومة أو النومة قيل يا أمير المؤمنين ومن نومة قال الذي يعرف الناس ولا يعرفونه يعني هنا الإمام سلام الله عليه يقول خبر تدريه خير من عشر ترويه أكو ناس بس تروي لحديث بس هو ما يتمعن بالحديث هذا ما يبحث عنه ما يروح يشوف شنو العلم منه شنو التفسير لهذا الحديث بس يسمع ويقول لك ها إي أنا سامع هذا الحديث بس أنت شنو فهمته لا والله ما فهمته وعلموا إن الأرض لا تخلو من حجة لله عز وجل ولكن الله تعالى سيعني خلقه عنها بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم ولو خلت الأرض ساعة واحدة من حجة لله لساخت بأهلها ولكن الحجة يعرف الناس ولا يعرفونه كما كان يوسف عليه السلام يعرف الناس وهم له منكرون أو منكرون منكرون له ثم تلا يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون سورة ياسين 30 بعد البسملة أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقد الكوفي قال حدثنا أحمد بن محمد الدينوري قال حدثنا علي بن الحسن الكوفي عن عميرة بن أوس أو بنت أوس قالت حدثني جدي الحسين بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عمرو بن سعد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وآله إنه قال يوما لحذيفة بن اليمان يا حذيفة لا تحدث الناس بما لا يعرفون فيطغوا ويكفروا إن من العلم صعبا شديدا محمله لو حملته الجبال عجزت عن حمله إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتر رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا لما فضل الله تعالى به عطرة الوصي وصي رسول النبي صلى الله عليه وآله أترت الوصي وصي النبي صلى الله عليه وآله يا ابن اليمان إن النبي صلى الله عليه وآله تفل في فمي وأمر يده على صدري وقال اللهم أعطي خليفتي ووصيي وقاضي يديني ومنجز عدتي وأمانتي ووليي وناصري على عدوي وعدوي ومفرج الكرب عن وجهي ما أعطيت آدم من العلم وما أعطيت نوحا من الحلم وإبراهيم من العترة الطيبة والسماحة وما أعطيت أيوب من الصبر عند البلاء وما أعطيت داود من الشدة عند منازلة الأقران وما أعطيت سليمان من الفهم اللهم لا تخف عن علي شيئا من الدنيا حتى تجعلها كلها بين عينيه مثل المائد الصغير بين يديه اللهم اعطيه جلادة موسى واجعل في نسله شبيه عيسى اللهم عليه السلام اللهم إنك خليفتي عليه وعلى عترته وذريته الطيبة المطهرة التي أذهبت عنها الرجس والنجس والنجس وصرفت عنها ملامسة الشيطان أو الشياطين اللهم إن بغت قريش عليه وقدمت غيره عليه فأجعله بمنزلة هارون من موسى إذ غاب عنه موسى ثم قال لي يا علي كم في ولدك من ولد فاضل يقتل والناس قيام ينظرون لا يغيرون فقبحت أمة ترى أولاد نبيها يقتلون ظلما وهم لا يغيرون إن القاتل والآمر والشاهد الذي لا يغير كلهم في الإثم واللعان سواء مشتركون الإمام هنا سلام الله عليه يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وكيف دعائه له لكن هاي الأمور المراجع والمعممين ما يخشونها على المنابر بس تتكلم بيها يقول له غلوب 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 هذا اللي متعلمينه هاي اللي أسطوانا متعلمينها منين من البكرية من الشافعية من أخواننا بل أنفسنا أخوانهم همه مو أخواني أنا الزبايل هاي فذول متعلمين على نفس النهي كل المعممين من الطوسي إلى السستاني كلهم على نهج الشافعي يا ابن اليمان إن قريشا لا تنشرح صدورها ولا ترضى قلوبها ولا تجري ألسنتها ببيعة علي صلى الله عليه وآله وموالته إلا على الكره والعمى والصغار يا ابن اليمان ستبايع قريشا علي ثم تنكث عليه وتحاربه بايعه بيعة الغدير وتحاربه وتناظله وترميه بالعظائم وبعده عليا يليه الحسن وسينكث عليه ثم يلي الحسين خاف واحد يقول لك النبي ما قال لا قايل هذا هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله بالأسماء ثم يليه الحسين فتقتله أمة جده فلعنت فلعنت أمة تقتل ابن بنت نبيها ولا تعز من أمة ولعن القائد لها والمرتب لفاسقها لفاسقها فوالذي نفس علي بيده لا تزال هذه الأمة بعدقت للحسين ابن في ضلال وظلمة وعصف وجور واختلاف في الدين وتغيير وتبديل لما أنزل الله تعالى في كتابه وإظهار البدع وإبطال السنن واختلال وقياس مشتبهات وترك محكمات حتى تنسلخ من الإسلام وتدخل في العمى والتلدد والتسكع ما لك يا بني أمية ما لك يا بني أمية لا هديت يا بني أمية وما لك يا بني العباس لك الإتعاس فما في بني أمية إلا ظالم ولا في بني العباس إلا معتد متمرد على الله تعالى بالمعاصي قتالا لولديه هتاكن لستري وحرمتي فلا تزال هذه الأمة جبارين يتكالبون على حرام الدنيا منغمسين في بحار الهلكات وفي أودية الدماء حتى إذا غاب المتغيب من ولدي عن عيون الناس عن الإمام صاحب العصر ميقولون هما صاحب العصر هو صاحب الأمر وليس بصاحب العصر صاحب الأمر والزمان لأن العصر والزمان شيء واحد عن صاحب الأمر والزمان حج حجيج الناس في تلك السنة من شيعة علي ونواصبة للتحسس والتجسس عن خلق الخلف فلا يرى له أثر ولا يعرف له خبر ولا خلف فعند ذلك سبت شيعة علي سبها أعداءها سبت شيعة علي سبها أعداءها وظهرت عليها الأشرار والفساق باحتجاجها حتى إذا بقيت الأمة حيارة وتدلهت وأكثرت في قولها إن الحج هالك والإمام باطلة أيهم يقولون وين يكون حجة هذا الإمام كميت والإمام باطلة فورب علي إن حجتها عليها قائمة ماشية في طرقها داخل في دورها وقصورها جوالة في شرقها هذه الأرض وغربها تسمع الكلام وتسلم على الجماعة ترى ولا ترى إلى الوقت والوعد ونداء المنادي من السماء ألا ذلك يوما فيه سرور ولدعليا وشيعته وفي هذا الحديث عجاب وشواهد على حقية ما تعتقده الإمامية وتدين به والحمد لله فمن ذلك قول أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله حتى إذا غاب المتغيب من ولدي عن عيون الناس أليس هذا موجبا لهذه الغيبة وشاهدا على صحة قوله من يعترف بهذا ويدين بإمامة صاحبها ثم قوله عليه السلام وما جنس بفقده أو بقتله أو بموته وأجمع على أن الحج ذاهبه والإمام باطله أليس هذا موافقا لما عليه كافة الناس الآن من تكذيب قول الإمامية في وجود صاحب الغيبة وهي محققة في وجوده وإن لم وإن لم تره وقوله عليه السلام ويحج حجيج الناس في تلك السنة للتجسس وقد فعلوا ذلك ولم يروا له أثران يعني إحنا الإمام يقول بأن الناس يعني حتى الشيعة إحنا كدين شيعي إحنا دين مو مذهب خاف يجيك واحد أغبر ابن أغبر ابن مرجع مرجع محمم يقول لك إحنا المذهب الجعفري لا إحنا مول لا مذهب ولا جعفري نحن الدين المحمدي العلوي الفاطمي الحسني الحسني المهدوي إحنا هذا ديننا فالإمام هنا يقول هذا النصاب حتى الشيعة حسنا حاليا الشيعة إنت سأسألك أي شيعي ما عنده لا تدين ولا كذا يقول لك أنت تؤمن بالإمام بين غائب يقول لك هاي لا سامع من أبوي سامع من أخوي من العلوية أمي من خالقي الحجية من بيبيتي المدرياهية من أسوال فاي التعبان فلنشي ما يفتهمون ولا يعرفون يهزون بروسم ويقعدون بالمحاضرات والمساجد والحسينيات بس يهز براسه مثل الأحمار الأحمار صيق عليها من الصبع لليل قل لها أنت أحمار يهز براسه قل لها أنت حباب يهز براسه نفس الشيء فالإمام هنا يقول كذلك وقوله عليه السلام فعند ذلك سبت شيعة علي سبا عداء وظهرت عليها الأشرار والفساق باحتجاجها يعني باحتجاجها عليها في الظاهر وقولها فأين إمامكم دلونا عليه هذا يجيك أي واحد يلا بله شو قل لنا وين هو إمامك هذا الغائب صال لآلاف السنين لكن تنكر علينا إمامنا صاحب الأمر والزمان عدو الله تعالى فرجه وشريه بأنه غائب صال 1300 سنة بس ذاك ما تنكر عليه زينة الخضر عليه السلام شايفه لا سامع به هي سامع به روايات وإحنا هم رواية يعني بس رواياتك صاح وروايتنا إحنا مو صاح هنا المقياس هذا أو القياس المهم بعدين نقول أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن محمد الدينوري قال حدثنا علي بن حسن الكوفي قال حدثتنا عميرة بن تأوس قالت حدثني جد الحسين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ظبرة عن كعب الأحبار لعنت الله عليه إنه قال إذا كان يوم القيامة حشر الخلق على أربعة أصناف نجبنا هذا كعب الأحبار من باب دليل على بعين من كتبهم على أربعة أصناف صنف ركبان وصنف على أقدامهم يمشون وصنف مكبون وصنف على وجوههم صم بكم عمي فهم لا يعقلون ولا يكلمون ولا يؤذن لهم فيعتذرون أولئك الذين تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون فقيل له يا كعب من هؤلاء الذين يحشرون على وجوههم وهذا الحال حالهم فقال كعب أولئك كانوا على الضلال والارتداد والنكث فبئس ما قدم لهم أنفسهم اذلقوا الله عز وجل بحرب خليفتهم ووصي نبيهم وعالمهم وسيدهم وفاضلهم وحامل اللواء وولي الحوض والمرتجى والرجى دون هذا العالم وهذا العلم الذي لا يجهد والمحجة التي منزال عنها عطب وفي النار هوى ذاك علي ورب كعب أعلمهم علما وأقدمهم سلما وأوفرهم حلما عجب كعبا ممن قدم على عليا غيره هذا كعب الأحبار هذا من المدرسين ومن علام العالم الوحيد يعني المرجع الديني ما لعمر بن الخطاب صعب يموت عليه وهذا جاي يشهد الأميرة المؤمنية يعني جاي يقول بأن هو الأفضل والأعلم ووووو ومن نسل عليا القائم المهدي الذي يبدل الأرض غير الأرض وبه يحتج عيسى بن مريم عليه السلام على نصارى الروم والصين إن القائم المهدي من نسل علي أشبه الناس بعيسى بن مريم خلقا وخلقا وسمة وهيبة يعطيه الله عز وجل ما أعطى الأنبياء ويزيده ويفضله إن القائم من ولد علي عليه السلام له غيبة كغيبة يوسف ورجعة كرجعة عيسى بن مريم ثم يظهر بعد غيبته مع طلوع النجم الأحمر وخراب الزوراء الزوراء بغداد وأكو رواية تقول بأن هي الري يعني إيران وخسف المزورة المزورة بالرواية يقول هي بغداد وخروج السفياني وحرب ولد العباس مع فتيان أرمينيا وأذربيجان تلك حرب يقتل فيها ألوفا وألوف كل يقبض على سيف محلا تخفق عليه رايات سود تلك حرب يشوبها الموت الأحمر والطاعون الأغبار وبه عن الحصين بن عبد الرحمن عن أبي عن جده عمرو بن سعد قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تقوم القيامة حتى تفقع عين الدنيا وتظهر الحمر في السماء وتلك دمو حملت العرش على أهل الأرض حتى يضر فيهم أصابة لا خلاق لهم يدعون لولدي وهم براء من ولدي تلك أصابة رديئة لا خلاق لهم على الأشرار مسلطة وللجبابرة مفتنة وللملوك مبيرة تظهر في سواد الكوفة يقدمهم رجل أسود اللون والقلب رث الدين لا خلاق له مهجن زنيم عتل أو عتل تداولته أيدي العواهر من الأمهات من شر نسل لا سقاها الله المطر في سنة إظهار غيبة المتغيب من ولدي صاحب الراية الحمراء والعلم الأخضر أي يوم للمخيبين بين الأنبار وهيت يعني يذكر حتى المناطب ذاك يوما فيه صيلم الأكراد والشرات وخراب دار الفراعنة مصر ومسكن الجبابر والولاة الظلمة وأم البلاء وأخت العار تلك ورب علي يا عمرو بن سعد بغداد ألا لعنت الله على العصاة من بني أمي وبني العباس الخوان الذين يقتلون طيبين من ولدي ولا يراقبون فيهم ذمتي ولا يخافون الله فيما يفعلونه أو يفعلونه بحرمتي إن لبن العباس يوما كيوم الطموح ولهم فيه صرخة صرخة كصرخة الحبلة الويل لشيعة والد العباس من الحرب التي سنح بيننا وند والدينور تلك حرب الصعاليك شيعة علي يقدمهم رجل يقدمهم رجل من همدان اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وآله منعوت موصوب باعتدال الخلق وحسن الخلق ونظارة اللون له في صوته ضجاج وفي أشفاره وطف وفي عنقه سطع أفرق الشعر مفلج الثنايا على فرسه كبدر تمام إذا تجلى عن الظلام يسير بعصابة خير عصابة أوت وتقربت ودانت لله بدين تلك الأبطال من العرب الذين يلحقون حرب الكريهة والدبرة يومئذ على الأعداء إن للعدو ويوم ذاك الصيلم والاستئصال وفي هذين الحديثين من ذكر الغيبة وصاحبها ما فيه كفاية وشفاء للطالب المرتاد وحجة على أهل الجحد والعناد وفي الحديث الثاني إشارة إلى ذكر عصابة لم تكن تعرف فيما تقدم وإنما يبعث فيه سنة ستين ومائتين ونحمرهما وهي كما قال أمير المؤمنين عليه السلام سنة إظهار غيبة المتغيب وهي ما وصفها ونعتها ونعفها ونعت الظاهر برايتها وإذا تأمل الذي الذي له قلب كما قال الله تعالى أو ألقى السمع وهو شهيد هذا التلويح اكتفى به عن التصريح نسأل الرحيم توفيقا للصواب برحمته وأخبرنا سلامة بن محمد قال حدثنا علي بن داود قال حدثنا أحمد بن الحسن عن عمران بن الحجاد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق عن أسيد بن تعلبة عن أم هانئ قالت قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهم السلام ما معنى قول الله عز وجل فلا أقسم بالخنس فقال يا أم هانئ إمام يخنس نفسه حتى ينقطع عن الناس المهو سنة ستين ومائتين ثم يبدو كالشهاب الواقد في الليلة الظلماء فإذا أدركت ذاك الزمان قرت عينكي وأخبرنا محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن جعفر بن محمد عن موسى بن جعفر البغدادي عن وهب بن شاذان عن الحسن بن أبي الربيع الهمداني قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أسيد بن تعلبة عن أم هانئ مثله إلا أنه قال كالشهاب يتوقّد في الليلة الظلماء فإذا أدركت ذاك الزمان قرت عينكي هذا كلامه كلام كثير كلام كثير يعني عن عن ظهور الإمام وعن آخر الزمان لكن إحنا هذا الكلام نسمع عن مين إحنا اللي يسمعون بعد أن ملئ الظلم وجورى يخرج الإمام ويقاتل ويروح يقتل أمريكا وذولي ويفتح فلسطين هي طبعا فلسطين ما لا علاقة بها ولا يرح يروح إلى ولا يوصلها المهم ويسوي هذا شيء والمراجع موجودين والخير والعراق يصير العاصمة وكل البلدان تحت إيدنا ومن هذه السوالف وإحنا بخير إن شاء الله والإمام يقاتل لا ذولي لي قاتلوا والعلماء ذولي الموجودين لا علماء آخر الزمان ذولي فسقه فجره ذولي يقشمرون الناس مثل من مثل ياهو مثل فلان وفلانه ذولي اللي يحشون على المراجع شين يتشذب هذا عمي شين يتشذب رها نجف مرجع زمانه يقول كان يدعو في كل صلاة اللهم لا تخرج الإيمان في وقتي سأله المقرب قال ليش مولاي يا شيخنا ليش تقوليش قال ابو يا هذا دا طلع حسا الإمام أول شي أنا ما إلي احترام خمس ماكو زكاة ماكو حتى من أسلم بالشارع ما حد يحترمني بعد لا رسالة عملية ولا يبوسون النعل والقنادر ويمسحون الأكتاف أولادي أصهاري الحاشية مالتي ما حد يحترمهم فلوس ما عدنا كلين يأخذيني الإمام فأنا أدعو الله سبحانه وتعالى بأن لا يخرج الإمام في وقتي خلنا موتا نعدا ويطلع عاي المراجع وكلهم حتى السستاني والزرباني والقرياني أنت سدعاء الفرج سمعت التمعمم دعاء يشذبون على الناس سمعت مرجع قال الدعاء اللهم أخرج الإمام اللهم سهل للإمام لا ملتهين بصاية السستاني ملتهين بأمامة الفلاني ملتهين ابنه اشقال صهرة قرايبة جماعته المرافق مالته البابا البابا قال للسيد السستاني أنت شايب وأنا شايب أريد أدخل للمرافق مالتك أزرب بيها وأطلع فالسيد رجلة مكسورة وعنده كرسي كان يقعد عليه لا أبويا لا عنده كرسي لا هو أصلا هم مرافقاتهم كلها غربية ببيوتهم ما يقعدون مثل العالم هاي المطائعة لا أبويا أنتم متشوفونه قاعد بهاي الخرابة اللي قاعد بيها من شنا نروح لا أنا أكثر من ست مرات أنا طاب له وطالع من يما الزبالة ابن الزبالة وشنا نبوص قنادر ايديا واخذ النخيرة هو ما يعرف يحتي بس فارسي قاعد يما هذا شيخ أفغاني يترجم زينة جيدة جيدة ما يعرف يقول ما يعرف بس يفتح الكتاب جيدة جيدة بس يعني بس كأس والف هو ذاك يترجم لي ويقل لنا وأنا نقل للناس نشذب عن الناس هاي سابقا من شنا توسية الحمد لله الله قل الله صلى من الان الصنمية هاي فأنتم إلا ما تعمي إذا خرج الإمام يشو على ذناتكم بصر أنتم تقاتلونه كلكم كلكم هاي الشيعة أول ما تقاتل الشيعة يقضي عليها وبعدين يبدي بدون السفلة البكرية وغيرهم وبعدين عدوا يوصل للأوروبا أنت دخل يبديها سابقا بجماعة ربعنة النجف وكربلة والعراق والشيعة وبعدين يبدي مسعودية للخليج للاكل كلها يمسحها مسح المهم آخر كلامنا هي الصلاة على محمد النبي المختار وآل بيته الأطيبين الأخيار اللهم احشرنا في زمرة محمد وآل محمد خدام خدام لمحمد وآل محمد واعفو عنا وارحمنا برحمتك يا رحم الراحمين ونتبرأ من كل الأصنام من السقيفتين السقيفة لبني ساعدة السقيفة البكرية وسقيفة بني طوسي اللهم اشهد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته